لعل حضرتك طبعاً بتتابع أبارح كنا بنتكلم على التحقيقات أو ما نشرع من تحقيقات مع السفير معصوم مرزوم حقيقة كنا على الهوى وأنا كنت بتكلم على إنه على اعتبار إنه ما جاء في صحيفة الشروق اللي نقلنا منها هو نقلاً عما جرى فما نقل في الشروق هو إنه لا والله ده الراجل قال كذا وكذا وكان تعليق عليه وقلت مرتين تلاتة إذا صح هذا منه الحقيقة إنه وصلتني بعد الهوى للأسف للأسف بعد الهوى رسائل كتيرة جداً كلها بتحوي نص الرسالة اللي أو البوست اللي حطته الأستاذة ميسارة مرزوق بنت السفير والبوست قدام حضراتكم بوست ده جالي من عشر جهات أسخ فيها وجات لاتصالات هاتفية للأسف أنا طبعاً كنت طلعت من الهوى ما كنت شفت البيان دوت لكن البيان اللي حالاتكم شفتوه هو بيان بينفي بتنفي ميسارة عن أبيها أنه قال مثل هذا الكلام وبطول فيها أنه يعني تاريخه طبعاً يسر ما يسمونه أعلام في مصر وأبعد ما يكون عن شرف هذه المهنة على النيل من سيرة أبي السفير معصوم مرزوق وتاريخه الناصع فانشنان أكاذيب المضللة عن أقوالي في التحقيقات مستغنية بذلك عدم استطاعته بالرد عليه مؤكد على أن كل ما يردد في هذا أو ما يتردد طبعاً في هذا الصلاة هو محد كذب وأعلم بأن ليس من حق أحد التصريح بالنيابة عن أبي فيما يتعلق بمواقفه وأرائي السياسية بأي شكل طيب وأي تعدي على هذا مرفوض وهذا نظراً بأن لدي أرشيف المقالات والتسجيلات تشهد على مواقفه وأرائي عبر التاريخ وثباته عليها عليها أو عليهم ولن أسبح بأي تجاوز لم يتخلى المقاتل عن مبادئه ووطنياته إصراره على الدفاع عن الحق في مواجهة الصينة لم ولن يتنازل عنهم أبداً في واجه بعض الاتهامات التي كان يتوقعها وعلى الاستعداد لمواجهته لمواجهته العار على كل من يحاولون أخلخلت صورة هذا الرجل أبي اختار مصر حين ترك أهله في 73 حرب 73 المفروض يعني من أجلها واختار مصر مجددا حين نشر ندائه علماً بالعواقب والمخاطر التي كانت في انتظاره ورغم ضغط أسري شديد لن يتراجع الحين ولن يتراجع مستقبلاً ولن يصحح إلا الصحيح كافاكم معها بس أنا علفت طبعاً بعد الحلقة أنه البيان ده طلع بالنهار يعني طلع قبل الحلقة يعني مثلاً مش تنهوش يعني ما فيش أي وسيلة التصوير جات لنا وطبعاً ممكن يكون ده معرفناش فاحنا معذورين بعدم نعرفه لكن أنا رضي على الكلام اللي نقل على اللسان وهو كذب على لسان السفير معصوم هو أنه إذا حصل أنا قلت لو صح الكلام ده إذا صح منه طبعاً في حد قال لي والله أنه الأصل النصوحه في النظام كدابة ده كلام سليم ده كلام سليم الحقيقة أنه أصل النصوحه في النظام كدابة ولا يؤخذ منه لكن طبعاً من النزاهة والعدالة والرجولة أنه أنت ما تطعنش حد في موقف ضحف ما فيش لكن لو ثبت أنه قال هذا الكلام طبعاً أنا بيقولك أنه بنته قولاً وحناً قالت أنه ما قالش أي حاجة ما نفتش الجزء ده ولا الجزء قالت كل الأرض ده وهو محاميه بيتحرك دلوقتي وبيتكلموا على أنه الراجل ثابت وماسك على موقفه وهذا أمر عظيم يحمد له وإن اختلفنا معه في جزئيات فإن إحنا متفقين على أنه السيسي هو والجنرالات يجب أن يرحل إنما أنا دايماً بقول القاعدة عندي هي أنه إذا صحة من إنسان عزمه في مواجهة السيسي فلا يربط ذلك بأنه وافق على 30 يونيو ولا 37 ولا الدماء يعني حتى لو أنت بتعرض السيسي بس أنت وفقت على الدماء بكلمش على المتصفين معصود على أي حد فده بالنسبة لي ما يفرقش معي يعني معرضتك للسيسي من عدمها واحد يعني إذا أنت أي شخص قرر إنه يعرض السيسي الوقتي في حيز إدارة السيسي للسلطة فده كلام أنا بعتقد إنه يعني مش هيفيد أو مش هغير لأنه السيسي قد يستعمل الناس ويستبدلها وتقوم ويكونوا بمثابة معرضة له ومعرضة مستقنسة أما إذا كان الهدف هو تغيير هذه السلطة سلطة الجنرات وعرضة حكم للشعب لكي يحكم نفسه بنفسه في إطار من عدم التفريط لا في الأرض ولا في العرض ولا في الدماء فاللي بيدافع عن طيران وصنفير علي أن يدافع عن ربع العدوية وعن كل المعتقلين والمأسورين وعن الذين يتم تصفيتهم إذا أنت شايف ده وبنتف معاه فيه مختلف بقى معاه حوالينا الرئيس والانتخابات والأغلبية والإخوان والسلطة ياه في السياسة هنختلف كتير بس نبقي على احترامنا شكرا